السلام عليكم في هذا الفيديو هنوريكم كيفية إجابة المعادلات الأنية باستخدام الألة الحاسبة طبعا في خطوات بسيطة جدا 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 جاوبلك جميع المعادلات الأنية يعني معادلتين تجيب الصين والصاد تجاوبها لألة الحاسبة هذه غير تبع معاي الشرح للأخير وبإذن الله هتعرف كيف تجاوبها طبعا طريقة سهلة 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 جدا طبعا ايه؟ در تلكم مثالين مثال أصعب المثال مثال هذا سهل ومثال يبعضها أصعب باش نوريكم كيفية كتابتها في الألحاسبة باش تطلع قيمة سين وصاد لو على سبيل المثال عندي سين ناقص 2 صاد تساوي ناقص 3 وسين زائد صاد تساوي 3 كيف ما وضح أمامكم في هذا السؤال لابد ما تكون السين والصاد في طرف والعدد اللي بروحة في طرف بروحة كيف ما وضح أمامكم هنا يعني سين والصاد في طرف والعدد يكون في طرف بروحة كويس السين في الحاسبة السين في الحاسبة هي اكس باهي والصاد هي واي بسيط حفظك السين هي اكس والصاد هي واي فحنا إذا نكتب المعادلة الأولى السين عبار عن اكس اكس ناقص 2 صاد معناها ناقص 2 والصاد شن قلنا عبار عن شني عبار عن واي يكتبها بالانجليزي باهي اكس ناقص 2 واي اللي هي سين ناقص 2 صاد شن تساوي تساوي ناقص 3 باهي كويس المعادلة الثانية شن هي طبعا هذي المعادلة الأولى خلينا ندلعها بالكفئية هذي المعادلة الثانية شن هي سين زائد صاد تساوي ثلاثة وانا السين عبار عن شني اكس زائد صاد زائد واي شن تساوي تساوي ثلاثة بعدها مباشرة توجه للحاسبة واكتب الكلام هوا هذي معادلة الأولى وهذي التانية باهي كويس اكس ناقص 2 واي كيف مرتفقنا نقلنا باش dirارفة لإحاسبة لابد ما تكون الكس وال هي سين وصاد في طرف ووالعدد يكون في طرف بروحة نفس الشي في المعادلة الثانية الكس وال واي هي سين وصاد في فنجو هنا نضغط على الزر هذا المهد نضغط عليه نختار رقم 5 ما هي لاحظ المعادلة هي هاذي OS خلينا نشوف المعادلة الثانية اكز زائد واي هل هي رقم واحد او ثلاثة او اربعة. اهنه اه عدد في اكس زائد عدد في واي يسوي عدد مطلق. اهنه عدد في اكس زائد عدد في واي زائد العدد المطلق يسوي مش عافشاني. فحناه بنختار واحد ليها لحظه. هنا اكس و واي وهنه العدد ليها سي ان. باهي. فبنختار واحد مباشرة بش نجوبه معدد الانية. جميع مسائل معادلة الانية تختار رقم واحد. كيف ما قلنا خلينا عودوا من الاول. ندير المود هادي. باهي. ثم تختار رقم خمسة دي هي تختار رقم واحد مباشرة. وهناي بكتبوا اي بي سي. الاي هي معامل اكس. والبي هي معامل واي. والس هي العدد المطلق. باهي. اكيد واضحة. قلنا الاي هي معامل اكس. معامل اكس نضيف يساوي واحد. فنقص واحد. بعد ذلك نقص اكتبك واحد هنا. معامل و يший هو بدون بي. اي هي معامل اكس ثانية. فنقص اشغل عادد مطلق يساوي ناقص 3. فنقص اشغل يساوي. جميعنا معادلة الاولى. شكر معامل اكس完了 اكس التي هو واحد. خلاص كان يساوي hari. گديم بهي اضافة واحد ثلاثة ثلاثةٍ يساوي ثلاثةٍ سوف تجعل التقدي程 سوف نبررك السيد ساوت السيد وهي X وإنه شن تساوي يساوي 1 والصاد وهي عبارة عن Y شن تساوي فنضح يساوي مرة تانية بعد بضغط يساوي تطلع لك عدد السين وضغط يساوي مرتين تطلع لك ال Y ال Y تساوي 2 ال Y تساوي 2 لو ضغطت يساوي مرتين ترجع لك المعادلة اللي كان فيها غلط فتضغط يساوي تطلع لك قيمة السين وهي X و تضغط يساوي مرتين تطلع لقيمة الصاد اللي هي الواي بكل بساطة طلعت قيمة سين وطلعت قيمة صاد سين تساوي واحد وصاد تساوي اثنين نمشو المعادلة الثانية او شي خلي ندير اون لو كان علقتلك في الشكل هو دير تسعة تلاتة يساوي اي سي هيك تسفرلك للا حاسبة تسعة تلاتة يساوي اي سي تسعة تلاتة يساوي اي سي بشي تسفرلك للا حاسبة خلينا نمشو السؤال اللي بعد تمام السؤال الثاني يقول لك اذا كان سين تساوي خمسة ألف نقل سنين وسين تساوي ثلاثة ألف زي داربعة فانه قيمة سين عدديا هل هذه الاجابة او هذه او هذه او هذه فالاجابة صحيحة هي تضطاش لو تلاحظوا هنا في السؤال في المعادلة الاولى في المعادلة الثانية ان العدد مش قاعد بروحها احنا يشاركه خمسة ألف والعدد ايضا مش قاعد بروحها فيشاركه 3000 وحنا يقولنا لابد ما يكون العدد في طرف بروحها فنمشو المعادلة الاولى وننقلوا هذه الجهة التانية بش يخلوا العدد هو المطلق بروحها اذا سين من المعادلة اولى سين لما نرفع خمسة ألف في طرف الاخر شن تولي ناقص خمسة ألف لان تمشي بعكس الاشارة ناقص خمسة ألف شن تساوي تساوي ناقص اثنين تساوي ناقص اثنين هادي المعادلة الاولى كويس المعادلة التانية شن هي سين سين لما نرفع ثلاثة ألف في طرف الاخر شن تولي ناقص ثلاثة ألف لانه تنعكس الاشارة ناقص ثلاثة ألف شن يساوي معلش شي صعب الكتابه في الرسام تساوي أربعة تساوي أربعة هي كويس إذا أصبح العدد في طرف بروحه وكل حاجات التانية في طرف تاني بروحه كويس نفرض كيف مدرنا سابقا نفرض انه سين هي عبارة عن اكس باهي ونفرض انه ساد هي عبارة نفرض انه ألف هي عبارة عن شن هي عبارة عن واي باهي الأ tiger ime المعادلة الأولى سين ناقص خمسة ألف لا Этот Today ساوي نغال تساوي تساوي ناقص ثلاثة تساوي بعد ثلاثة تس tienen نتوح بالامل تساتك هكذا يعني العربي يكتب من اياميا للايسار بينما الانجليزي من اياميا ونكتبوها بالنسبة للمعادلة الأولى خلاص تفكنا منها المعادلة المعادلة الثانية خلينا نكتبوها سين اللي هي إكس ناقص ثلاثة ألف ناقص ثلاثة والألف عبار عن شن يقولنا الألف عبار عن واي نكتبو واي شن توساوي توساوي أربعة توساوي أربعة باهي كويس إذن هذه هي المعادلة الثانية وهي جاهزة بيش نحطها في ليلة حاسبة باهي فنمشو نفس مدنة أمريكاية نمشو للمود نختاره إكويجن معناها المعادلة اللي هي رقم خمسة إي كيو إن معناها إكويجن طبعا أو أما هي اللي تشبه لهذه طبعا كيف ما قلنا دائما نختار رقم واحد وخلي المعادلة بالشكل هادو فنختار رقم واحد نحط المعاملات معامل هذا المعامل إكس اللي هو اي اللي هي اي هذه المكتوبة هنا هي معامل إكس معامل إكس قداش ساوي؟ واحد فنديروا واحد ثم يساوي بش انتقل الخانة اللي بعدها البي اللي هي معامل الواي اللي هي ناقص خمسة فنديروا ناقص خمسة تو ساوي السي هي ناقص تنين تو ساوي ناقص تنين اللي هو العدد كويس نفس الشي حطينا المعادلة الأولى تو انتقلك للمعادلة الثانية نديروا معامل إكس اللي هو واحد تو ساوي معامل الواي اللي هو ناقص ثلاثة والعدد هو أربعة ويساوي فقال لك هنا فإن قيمة سين عددية مفروض أول ما نضغط يساوي لأن سين هي إكس أول ما نفرض أول ما نديره يساوي تطلعك تلتاش نديروا يساوي إذا طلعت لي إكس تو ساوي تلتاش اللي هي سين سين اللي هي إكس شن تو ساوي تو ساوي تلتاش بدل ما تتعب روحك وتكتب معادلات وكذا كل ما عليك إن كنت ترتب المعادلة لو كانت تقدر تكتبها بالإنجليز يكتبها لو كانت تكتبها بالعربي نفس ما قلنا ندور أخط عني مشو نكتبها بالعربي ترى العربي هنا بعد ما رتبت المعادلات ندير المود بعدين نختاره خمسة بعدين نختاره رقم واحد لأن المعادلات ترتبتهم وان هيك خلتهم مرتبات فنديروا واحد سين شن معاملة واحد المعامل التالي هو ناقص خمسة ناقص خمسة بعدين يساوي ناقص تلتين كويس بعدين هني سين شن تساوي واحد بعدين هني ناقص تلاتة بعدين نديروا أربعة لو ضغطت يساوي تتعلي قيمة سين اللي هي تلتاش وهذا هو بنسبة درس شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا